اشتركوا في القناة في البداية انه بلش فيه اشخاص ينزلوا عن الخسوف والكسوف انه فيه خسوف رح يصير يوم 3011 هذا الخسوف رح يصير فيه ساعات الصباح وكسوف الشمس للكلي اللي رح يصير فيه تقريبا 14-12 برضو فيه ساعات الظهر تقريبا وهذا كله رح يتركز حوالين منطقة الشرق الاوسط تحديدا فيه ناس وظيفتها انها تخوف او تهول او تكبر او ما بعرف يعني هي بس مجرد انه ممكن علمها هيك ولكن انا حابب ان احكي لكم اشيه الكسوف والخسوف هو امرين ظاهرات يعني في من وراهم احداث ولكن الاحداث هاي لا مدة طويلة ولا تأثيرات طويلة ولا شغلات يعني مرعبة لدرجة انه تنكسف الارض ولا تنكسف الارض ولا تدمر الارض ولا مش عارف ايش هذا كله الحكي هي ظاهرة تأثيراتها قبل بثلاث ايام وبعد بثلاث ايام من الكسوف او الكسوف تأثيراتها تيجي عادة امرات تيجي على المناخ امرات تيجي على امطار تيجي على زلازل تيجي على اشياء فيها نوع من انواع الاضطرابات مش معنى هذا انه دائما نحط الاشياء الضخمة جدا وعلى اساس انه انا اضخمها بزيادة فبرميها مدلة قدام يعني بعطيك اياها بقولك تستمر شهرين ثلاثة سنة سنتين وهي مؤثرة عليك فبرمي كل التوقعات او الاشياء اللي انا بحكيها يعني بقول مثلا بده يصير ثلوج فثلوج محتمل انها ما تتلجش يوم الخسوف او الكسوف فباجي بقولك انا ايش يعني ثلاثة شهر مدة الكسوف والخسوف وثلوج وتتعطل الشوارع ومش عارف ايش فانت ايش بتيجي بعد شهر شهر ونص بتتلج الدنيا فبيجي بقولك شفت هيني حكيت لك طب ما هي ما احنا في الشتاء يعني بده تثلج الدنيا يعني طبيعة الحال في ثلوج في المنطقة اه مثلا باجي بقول انا بده يصير تفجير اه وهذا التفجير راح يكون مرعب وبيزلزل الارض ورح يكون في اموات ورح يكون مش عارف ايش او مدة هذا الكسوف او الخسوف اه ثلاثة شهور او اربعة شهور وفي خلال الثلاثة شهور اربعة شهور بما انه احنا في منطقة محتدمة من العالم او العالم كله اه بصير تفجير في اي دولة من هالدول اللي فيها حدية فبيجي بقولك ها انا قلتلك الكسوف وتأثيراته وانفجاراته انتو شفتو على مر التاريخ على مر التاريخ الكسوف والخسوف معروف انه تأثيره ثلاثة ايام قبل وثلاثة ايام بعد ممكن اذا كانت حالات مميزة جدا يكون خمس ايام خمس ايام لانه لما انا باجي بدي احسب انه اقول انا الكسوف في بعض اشخاص بشو بيجي بقولك الكسوف مدة سنة طب ما في السنة نفسها بصير مرتين او ثلاثة كسوف وخسوف يعني اللي صار هذا مثلا صار في القوس او في العقرب واللي بعديه اللي بدي يصير مقابله مثلا في الثور واللي بعديه بدي يصير مثلا في القوس او بدي يصير في ما قبله كله هذا ما بنحسب يعني بنحسب كسوف واحد وهذه لك ما بنحسبه ولا هم بتراكموا على بعض ولا ايش القصة اللي انت بتحكي فيها عشان هيك ما تشغلوا كثير في هاي الامور وما تسمعوا كل هذا الكلام دائما هي تأثيرها ثلاثة ايام ودائما لما بصير الكسوف او الخسوف بصير في اضطرابات وبصير اضطراب في المناخ بصير فقد للبوصلة بصير في احداث عنف بصير في اشياء لها علاقة بالدم بالعمليات الجراحية هاي كلها التنبيهات احنا مننبه منها ما قبل الكسوف والخسوف بثلاث ايام او خمس ايام عشان الناس تاخذ حذرها ولكن ما بتستمر الامور عشان هيك انت بتحس ان اختلف الجو في يوم الكسوف او الخسوف بتحس بضغط معين ولكن سرعان يوم او يومين بتلاقي نفس الطبيعة المناخ اللي انت كنت حاس فيها اختلفت بعد يومين ورجعت لطبيعتها فهذا الامر بس اللي حبيت انوه عنه وما تخافوا كثير من الموضوع وما تسمعوا للتهويلات وانتوا حرين يعني اللي بدي يسمع يسمع بس اللي رح يسألني في هذا الموضوع انا ما رح اجاوبه لاني انا هيك جاوبت خلينا اروح على توقعاتنا توقعاتنا لا يوم الجمعة 13-11 طبعا القمر ما زال موجود في منزلة الزبانية وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة 10 31 ظهرا لينتقل بعدها لمنزلة الاكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر طبعا ما زال موجود في الميزان لغاية ساعات ما بعد العصر هاي افضل فترة للفترات العاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل للاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة خمسة صباحا تدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام ساعة خمسة واربع دقائق صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام ساعة احداش واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد بانفسنا وان لا نعتمد على الحظوظ بفتقر البعض الشجاع اللازمة لموجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا هذه الزاوية بتكون معها ببداية خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة احداش واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة اربعة وثمنتعشر دقيقة مساء بتوقيت الاردن يعني هذا بتوقيت جرينيش بتوقيت الاردن يعني ستة وثمنتعشر دقيقة هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوب او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة اربعة وثمنتعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر بيكون انتقل للعقرب وفي هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبرضو بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لاننا قد ننفجر في من حولنا تحت وط ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة مثلا او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت اما بالنسبة لزاوية اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار هي زاوية وحيدة هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد ورح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة في حدث طبعا بصير عنده منتصف الليل ما رح نحكي عنه اليوم الحدث هذا الى علاقة بانتهاء تراجع المريخ وبنتهي عند منتصف الليل ففي حلقة بكرة رح نذكره وفي نفس اللحظة انه الانتهاء هذا يعني رح يستمر سلبيته تقريبا بحدود كمان يومين او ثلاث ايام ليرجع للحركة الامامية ويصير بالمسار الاول السريع ولكن حتى وجوده في الحمل وبمساره الامامي نسبة ساعته ما بتتجاوز ال 15% لانه رح يرجع يشكل نفس الزوايا السلبية اللي شكلها بالفترات الماضية اللي هي زوايا التربيع اللي رح تتشكل ما بينه وبين بلوتو وزحل والمشتري اللي موجودين في الجدي يعني في موجة احداث قادمة معناته عندما تتشكل هذه الزاوية فبس انه مش بسلبية المريخ الكامل ولكن الزاوية رح تكون سلبية طبعا بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل للعقرب معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 15-11 بيبدأ في تمام الساعة 11-12 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 3-46 دقيقة بعد العصر لينتقل بعدها لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 41-42 فجرا بيصير 28 يوم ونسبة الاضاءة بتصير 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يستمر فيه لغاية 15-11 مزاجه سعيد بنسبة 25% طبعا هي متقلب خلال اليوم ما بين 30-35-25 وفيه لحظات بيكون سعيد بدرجة صفر يعني ما بيكون هالسعادة القوية ولكن احنا حطينا الوسط اللي هي 25% اما بالنسبة العطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه منتحس بنسبة 40% بسبب زوايا التربيع القمر الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 مزاجها منتحس بنسبة 40% بسبب الزوايا المريخ في الحمل بيتراجع ورحين يتراجع زي ما حكينا في منتصف الليل ولكن برضو نحكي انه ما زال بيتراجع طبعا هو رح يمكث في برج الحمل لغاية تاريخ 7-1 ما زال منتحس بنسبة 35% اما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم 19-12 بعدين رح ينتقل للدلو مزاجه منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 بعدين رح ينتقل برضو للدلو مزاجه سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بنسبة قليلة يعني بتصل 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتزج لانه بشكل زاويتين ايجابيات فهو لازم يكون منتحس لانه بتراجع ولكن الزاويتين خفف من نحوسته عمل متقلب بالوجه اما بالنسبة لبلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا على التوقعات اليومية برج الحمل بترغبوا في تعزيز شراكاتكم حاذر من الخلافات وما تضخم الامور بتبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من اثارة العداوات والبلبلة مزاجك شوي متقلب وعصبي خلال هذا اليوم وممكن تثير النفور من اللي حواليك في ساعات المساء بتنهمكوا في اعادة تنظيم امركم المالية اهم شنكو ما تهمل صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب اهم شنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وعذر برج الثور بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا الى صحتكم مكون منظم واحسن ادارة عملك حاذر الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل في عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية قوم بمهماتك حتى ساعات المساء من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد الامور وتطرأ بلبلة او بعض البلبلة عالج الالتباسات ايجابي عليك ممكن تشعر بالامان والارتياح وتغمرك العواطف الجياشة انت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي الفترة في ساعات المساء بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية برج السرطان تفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية كون عنصر ايجابي وما تتسبب النفور لمن حولك تفهم الاخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات اما في ساعة المساء بتشتد رغبتكم في التقرم من احبائكم وتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم شنك تلطف الاجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة يعني فترى ايجابية بالنسبة للك من ساعات المساء برج الاسد تنشطون في السفر والاتصالات او التنقلات وخصوصا الاشخاص اللي ما عندهم حجر اهم شنك تتكلم او تكلم بهدوء ووضوح لتفادي اي التباس محتمل تعدك هاي الفترة بامتحانات ناجحة ومفاوضات جريئة ومثمرة في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات والتحركات والاستثمار برج العذراء تعيدون ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج احد احبائكم لدعم مالي او معنوي نظم اقصاتك وديونك وما تستخف بالفوتير الصغيرة حاذر من مصاريف استشفائية وفي ساعات المساء بتنشطوا في امور الها علاقة بالتنقلات والاتصالات وبيكون لكم تعامل مع اخ اوجار بتكثر المشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك او عن مواقفك لا تتردد بالتحرك برج الميزان يطرق تغيير للأفضل على صحتكم بتجدوا حلول لمشاكلكم وبتكون مقداما وبتنطلق فيه جديد او بعمل جديد بعد تصحيح الاخطاء ممكن يصير فيه تغيير على نظرتك للحياة وتحضر للتغيير او لتغيير النمط والاسلوب تبدو متفائل وسعيد في في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهمش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة تهتم لامور مالية او امور استشفائية برج العقرب انتبهوا اكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب كون حذر وحكيم حاذر الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة فشل وخيبة ومن اصعب ايام الشهر ممكن يطرأ تغيير للافضل على صحتكم في ساعات المساء بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من ذلقاء ذاتها لصالحك برج القوس تلتقون تلتقون الاصدقاء وممكن تتلقوا عرض او تجدوا انفسكم في موقع مهم اهم اشي انك تكون عند حسن الظن بك بتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث اثناء التنقلات في ساعات المساء انتبهوا اكثر لصحتكم اهم اشي انك ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي تنجحون في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ابتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة تتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف في ساعات المساء بتلتقوا الاصدقاء اهم اش انك تبادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك وممكن تجد حليف يدعم تصوراتك اهميش انك ما تستسلم بل كرر المحاولة برج الدلو تنشغل في امور الها علاقة اما بسفر او اتصالات بعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او دراسة وامتحانات اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض او تمويل اهميش انك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات المساء بتنجحوا في الحفاظ على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة فلا تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة هاي فيها نوع من انواع القلق والتوتر برج الحوت بتنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية حاذر من توجيه كلام جارح او نابي او بغير محل لأيا كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافس بينكم اهم اش انك ما تخالف القوانين كي لا تدن في ساعات المساء بتنشغله في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او التنقلات او حوار مع اشخاص خارج البلاد فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرع على رفض اي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة وممكن بعضكو يعني فكر في امور الها علاقة بالسفر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا